بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمتها في هذه الأيام إذا لم تحصل على مرادك لم تحصل على مرادك للآن لم تتحقق منيتك وأنت أيضا لم تتحقق منيتك للآن فما عليك إلا أن تعمل على هذا الحرز المجرب وأنت تعمل أيضا كما يقول علماؤنا الأعلام وهو أنك تقرأ سورة ياسين المباركة وتقف في ستة مواضع وتطلب حاجتك ومرادك من الله سبحانه وتعالى ثم تستمر بعدها في تكملة السورة المواضع الستة أين بعد كلمة ياسين أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين تطلب حاجتك والموضع الثاني بعد كلمة الله لمستقر لها تطلب حاجتك بعد قوله تعالى من مرقدنا تطلب حاجتك الموضع الرابع بعد قوله تعالى سلام قولا تطلب حاجتك الموضع الخامس بعد قوله تعالى أعبدوني تطلب حاجتك الموضع السادس بعد قوله تعالى كون فيكون وفي كل مرة أنت تطلب حاجتك تقرأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الله العزيز الحكيم وغيرك الباطل اللهم إني أحمدك على كل نعمة وأستغفرك من كل ذنب وأسألك من كل خير وأستعيذ بك من كل بلاء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هذه الطريقة المجربة كذلك عند آية الله سيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية مجربة جدا في قضاء الحاجة في ليلة واحدة ثق بالله من وثق بالله أرى سرور من توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه مسلا مرقد الحسين بن علي عليه مسلا